بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله كيف كانوا طلاب طلبات الصف التاسع ان شاء الله اليوم الفيديو راح يكون بعنوان اللي هو volunteer save lives اللي هو التطوع ينقذ الحياة او المتطوعين ينقذون الحياة طبعا الدرس اليوم هو ان شاء الله يكون سهل عليكم راح نشرح القطعة ونترجمها ونطلع المعاني تبعاتها بالبوكس زاد المعاني راح تطلع معنا داخل الفقرة ونحل اسئلة الكتاب زاد الاسئلة الجانبية على هاي الفقرة بإذن الله تعالى نبلش بالفيديو دغري قبل لا نضيع وقت وكل عام تبخير بمناسبة حرور شهر رمضان ان شاء الله اول معنى اليوم معنى اللي هو ايد اللي هو معناها يساعد او يقدم يد العون وambulance اللي هي سيارة الاسعاف وdisaster اللي هي كارثة الله يبدينا الكوارث وفيدريشن معناها الاتحاد يعني تعاون واتحاد وميدك مسعف ونشراليتي اللي هي الحيادية نشراليتي هي الحيادية يعني واحد يكون محايد يعني تسعف انت الواحد يعني مثلا بالحروب حالته حروب الهلال الأحمر خلوه فوت يسعف القتلى والجرحى بغض النظر عن يعني الجريح هو منا ولا علينا حتى بالدين الإسلامي لما تأسر واحد ما تسوي به اشي يعني لازم طعمه تشربه واحسن من الأكل انت تأكله وسافرينغ معناها معاناة وفولنتير معناها متطوع هاي المعاني مهمة كثير انكم تعرفوها عشان تفهموا الفقرة اللي تحت مطلوب مننا السؤال الثاني والثالث انه نحل الفقرة نحل هذول اسئلة قبل ان نقرى الفقرة لكن احنا راح نحلها بعد ما نقرأ الفقرة مع بعض تمام؟ وين القلم؟ طيب يقول لك 1877 يقول لك في عام 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 1877 يقول لك ذهبت أو دخلت الإمبراطورية العثمانية اللي هي تركية هسه هسه حرب مع مين؟ مع روسيا معناها حرب روسيا اللي هي روسيا The medics who took care of the wounded soldiers on the Russian side marked their ambulances with a red cross يقول لك المسعفون اللي اعتنوا اللي هو طبعا من الدروس اللي هي الضمار الوصل يقول لك هما اللي اعتنوا care معناها عناية هما اللي اعتنوا بالجنود الجرحة soldiers معناها جنود و wounded معناها مجروحين إذن المسعفين اللي اعتنوا بجنود الجرحة في الجانب الروسي وضعوا علامة إيش decide معناها جانب يعني الجرحة اللي من الجيش الروسي بالجانب الروسي ماركد وضعوا علامة على السيارة الإسعافة تبعهم هي هلال اللي هو ال red cross اللي هي هلال أحمر يعني المسعفين الروس لما فاتوا يسعفوا الجنود تبعينهم حطوا على البصات أو على السيارات اللي يسعفوا بها الجنود والجرحة حطوا شكل هلال أحمر زي انتم عارفينه على كل سيارات الدفاع المدني والإمبالنسات تبعات المستشفيات المستشفيات هاوبر على أي حال آآ The cross reminded the Ottoman Empire لا عفونا طنطيت آآ This was the symbol used by all countries to protect medics آآ دورين باتلز أو باتلز اللي هي الساحات المعركة أو المعارك يقول لك هذا آآ السيمبل هو الرمز السيمبل معناها الرمز الرمز هو الهلال آآ يستخدم في جميع الدول used by all countries آآ باي معناها بواسطة أو يستخدم يعني آآ جميع كنترز اللي هي الدول يستخدم في جميع الدول إيش لحماية أو لعناية أو للحفاظ كمان على المدكس اللي هما المسعفين المدكس اللي هما المسعفين المدكس اللي هما المسعفين آآ ذا الريد كريسنت طبعا عنوان ما ترسيب لك يا ناسب هو ذا الريد كريسنت اللي هو الهلال الأحمر رادي كريسنت اللي هو الهلال الأحمر اللي يكون معطوط عليه رمز الهلال الأحمر هذا إشي يحمي أنه ممنوع حدا يعتقله أو ممنوع حدا يطلق عليه نار أو ممنوع حدا يؤذيه أثناء عمل لأنه هو جاي بعمل تطوعي وإنساني أثناء البعار زي ما المعاني المهم اليوم معنا بهاي الفقرة أخي كبر الصورة شوية قد ما أقدر اللي هي الريد كريسنت اللي هي الهلال الأحمر تمام أوتومن اللي هي العثمانيين إمبير آآ إمبراطورية ما كتبك يا ناسب روشا اللي هي روسيا ووور حرب حرب لازم أكتبك إياها حرب أتمنى يكون الخط واضح أنا آآ كير معناها عناية كير معناها عناية كير معناها عناية زي ما يقولك بكيرفول ندير بهاك حالك وعننا أيضا كلمة ووندد معناها جرحة والسولجرز جنود سولجرز بالجيت اللفظ سولجرز وليس سولدرز سولجرز جنود آآ والله مستاذي محمد ريد هي أحمر معروفة كروس معناها الصليب الصليب الأحمر أو هلال الأحمر كروس هي زي 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 رسمة زائد وسمبل معناها الرمز آآ وبروشيكت بروشيكت هاي معناها لحماية أو لعناية ميديكس المتطوعين ديورينج بادلز أثناء المعركة ديورينج معناها أثناء أو خلال وبدلز اللي هي بالتي دابل تي باتلز في ناس كراها لكن هي بادلز هي أثناء آآ بادلز معناها معركة هي بادل جراوند اللي هي أرض الوغة أو أرض المعركة هاي المعاني مهم أنك تعرفها بأول ثلاث أسطر معاني هاوفر على أي حال أو مع ذلك The Cross reminded the Ottoman Empire of previous war agonist soldiers carrying a similar flag يقول لك الامبراطورية عثمانية نبهت أنه يحطوا أو يضعوا الهلال الأحمر أو عفوا العالم مشابه الو similar flag الو الصليب والكريسنت هو الهلال الأحمر والصليب أنه يحطوا أيضا على سيارات الإسعاف تبعاتهم So the Ottomans officials used a red crescent to mark their influence فنبهوا وذكروا أنه يحطوا على سيارات الإسعاف أيضا إشارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والسيارات الإسعاف اللي راح تروح على على ساحات الوغة أو ساحات المعط زي ما حكينا بعض الوقت في معظم الوقت لاحقا أثر مسلم كنتريز أكسبت ذي سيمبل and it was formally adopted in 1929 يقولك في وقت لاحق دول مسلمة أخرى وافقت أو قبلت بهذا الرمز وافقت لاحقا and it was formally adopted وزي ما يقولوا يعني اعتمدوا بشكل أساسي في عام 1929 So far 33 Islamic ثلاثة ثلاثة دولة مسلمة countries have recognized the red crescent بعد ذلك ثلاثة ثلاثة دولة مسلمة اعترفوا بالهلال الأحمر أو بمنظمة الهلال الأحمر يعني صار عندهم منظمة داخلية في الدولة The Red Crescent Society is part of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies قولك جمعية الهلال الأحمر اللي هي أو society اللي هي مجتمع وجمعية جزء جزء من الاتحاد العالمي أو من الاتحاد الدولي international معناها دولي أو عالمي Federation معناها اتحاد إذن هي جزء من الاتحاد الدولي اللي هي International Federation of Red Cross من الهلال الأحمر أيضا إذن من الهلال الأحمر والصليب الأحمر and the Red Crescent Society والصليب الأحمر This is a huge organization that has 97 million members يقول لك وهذه المنظمة كبرت أكثر من ذلك وأصبح بها أكثر من 97 مليون المنظمة مصارة ضخمة وصار بها 97 مليون وصار بها 97 مليون عضو volunteers اللي هو متطوع and supporters داعمين إذن العضاء منهم متطوعين volunteers و supporters معناها داعمين in 187 national societies في 187 جمعية وطنية حول العالم إذن 97 مليون متطوع هم مقسمين 187 جمعية خيرية حول العالم منها متطوعين ومنها داعمين Red Crescent societies are important to the International Federation as they have developed guidelines that include non-Western tradition شو سوو طيب ال 97 شخص بالهلال الأحمر يقول لك من أهم من أهم الشغلات يسووهن اللي هي ال International Federation الاتحاد الدولي as they have developed طوروا من إيش من المبادئ اللي هي guidelines that include اللي تتتضمن إيش آآ توجيهات ومبادئ آآ جديدة يعني ما تشمل التقاليد آآ غير الغربية يعني ما في آآ عنصرية بالموضوع خلص إحنا مسعفين بغض النظر عن اللون والعرق والدين والفكر السياسي إذن Western tradition بدون آآ بدون بدون آآ ثقافات أو تقاليد آآ التقاليد الغربية إذن اللي هي زي ما يكون في آآ زي ما يعلم في آآ عنصرية مثلا بالبريطانيا والدين الغربية بين السمر والشقرة أو البيض يسموهم والآآ والديانات أيضا في آآ عنصرية لكن بالهلال الأحمر و الصليب الأحمر ما في هاي الشغلات لغوها نهائيا في هذا في هاي المنظم وإن شاء الله يلغوها من الحياة بشكل عاما اليوم الهلال الأحمر والصليب الأحمر مهمات للغاية في استجابة للاستجابة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل ايضا تقديم المساعدة او يد العون للدول المتطورة لكن بالترجمة الصحيحة هي الدول النامية الدول النامية هي الدول الفقيرة A key principle of the organization when providing this aid is naturality اللي هي الحيادية يقول لك مبدأ المنظمة يقول لك مفتاح مبدأ المنظمة هو الحيادية تقديم المساعدة بحيادية is naturality اللي هي الحيادية Red Crescent volunteers work to prevent suffering for everyone regardless of nationality, race, religion or gender يقول لك يعمل المتطوعون بالهلال الأحمر والصليب الأحمر على إيش على تقديم المساعدة بغض النظر تقديم المساعدة للي عانوا لأي واحد يعاني suffering for everyone لأي واحد يعاني أي بني آدم regardis معناها بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو دينه أو الجنس تبعه يعني كان مثلا 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 متطوعين ذكور ما يساعدوا بس للذكور لا يساعدوا ذكور وإناث مثلا والعكس صحيح إذا كان في متطوعة أنثة ما تروح تساعد فقط أنثة تساعد اللي يجيب طريقة فإذا هو يعني ممكن تقول أفضل ما خلفته الحروب إلنا يعني أنه في شغلات جيدة بالحروب يعني إن شاء الله لو ما صارت يكون أفضل لكن هذا صارت في عام 1227 طبعا المعاني المهمة اللي هي supporters اللي هي الداعمين وguيدلاينز اللي هي المبادئ التوجيهية ووسترن ترديشنز التقاليد الغربية التقاليد وارثكويكز اللي هي الزلازل فايرز حرائق مبادئ إن شاء الله يكون واضح الخط والنشراليتي اللي هي الحيادية والنشناليتي الجنسية بغض النظر اللي هي هاي وجندر الجنس وريليجون الدين والريس العرق طبعا سمحوني إذني قاعد أشرح بشكل سريع لكن ما كنت مجهز حالي نزل الفيديو اليوم لكن أنا طلب التعليقات في طالبة دفنوت يعني عندهم ضروري تأخذها اليوم فاستعجلت وكتبت الأسئلة اليوم ويعني فجأة صورت الفيديو ووقتي ضيق فسمحوني إذني كنت مستعجل سمحوني فهي هي المعايي المهمة والشرح اللي قدرت أشرحك إياه بالوقت الضيق اللي هو 14 دقيقة الآن نروح على حل الأسئلة في عنا أسئلة بالكتاب وعنا أسئلة جانبية بإذن الله تعالى عشان الوقت ما يروح ألفاظي الأسئلة هاي موجودة بالأسئلة اللي ضافية اللي كتبتك إياه يعني موجودات بالأسئلة بملف الأسئلة اللي كتبتك إياه فما رح أقرأنا هسة رح تلاقوهم بالملف ما نحل الكما شوي نحل السؤال الرابع اللي هو الضمائر يقول لك what do these relative pronouns prefer to على ماذا يعود ضمير الوصل اللي هو بالسطر الأول بالسطر الأول يقول لك the medics who took care of the wounded يقول لك المسعفين يأخذوا أو اللي يأخذوا أو اللي يهتموا بالجنود الجرحة نحن نحكي عن المتطوعين اللي يعتنوا منهم اللي يعتنوا المتطوعين نفسهم إذن هو عائدة على الجرحة على الجنود ولا على المتطوعين على المتطوعين على المتطوعين إذن إجابة رح تكون C يقول لك ليش لأنه يقول لك the medics who took care المتطوعين اللي يأخذوا أو اللي يعتنوا بالجنود الجرحة يعتنوا بالجنود الجرحة اللي إذن هو معناها اللي من اللي من هما اللي هما المدكس اللي نمبر تولك that blind ten that بساطة الحشرة ليه هاي بساطة الحشرة يقول لك نقرأ الأول the Red Crescent Society is part of international federation of Red Cross and the Red Crescent Society this is a huge organization that has 97 million members يقول لك تلك عندها 97 مليون عظمين هما اللي عندهم يقول لك المنظمة صارت ضخمة that has التي تمتلك من هي التي تمتلك المنظمة إجابة راح تكون organization لأن ذات تحكي عن إشي عن أشياء عن which عفوا عن things أشياء إذن إجابة راح تكون be اللي هي organization ولا ذات التي تحمل إيش أعضاء ولا 97 مليون نحن ما نحكي عن المليون نحن نحن نحكي تمتلك 97 مليون عضو من هي اللي تمتلك اللي هي organization اللي هي أما الضماء وعال الضمير ممكن وارد جدا يجي بالامتحان وارد جدا إذا جدتك الكتاب لأنه هم الكتاب حطين لنا حط مظللون مش إحلى أما الضمير ممكن لنظرة رقم 12 الرقم 12 يقول لك IMPORTANT OF THE INTERNATIONAL FEDERATION لأنهم يتجربون مبادئ التوجيهية التي تتضمن أي تقاليد الغربية بالتقاليد الثقائز يجب أخر شيء مستحيل الذميري يقود علي شيء قدام، الذميري يقود علي شيء فرائه إذا ما عندي يعني أنا راح أكس دغري علي من الهجوم ليش فقط عالها ‫أغطى عليه ليش إذاً هي أخر شيء والذميري يعود علي ولا يعود علي قدامي ظل عندي Equal guidelines and Organizations إحنا ما لاحقائي pusets organization NAMP إحنا من عنده النقطت طال هالنماتي بنصير تغيير الـ Equal guidelines فإذا لم يرح تعود إغلاقه على Equal guidelines هي Number C تمام Organization غلط أيضا أكسرسيز نمبر 5 السؤال الخامس من أسئة الكتاب قل لك بعد من تقرر الفقرة مرة ثانية أجب على أسئلة التالية قل لك What is the most important objective that the Red Crescent has which distinguishes it from other organization قل لك ما هو أهم هدف لمنظمة الأحمر وشو إشي يميزها معناها يميزها وشو اللي ميزها عن المنظمات الأخرى نرجع للفقرة نحن كنا نحكي عن المنظمة أنه أهم مبدأ عندها when providing aid يقول لك أنه أهم مبدأ بالمنظمة تقول of the organization when providing this aid is naturality عفوا naturality اللي هي الحيادية هي كلم صعبة على اللفظ شوية naturality اللي هي الحيادية أهم مبدأ عندها اللي هي الحيادية والهلال الأحمر والمتطوعين تبعينه to prevent suffering وقدمونا المساعدة ل suffering for everyone المعاناة لجميع قدم المساعدة للي يعانوا من جميع الأطياف مما كان يكونوا بغض نظر عن جنسيتهم عن عرقهم عن دينهم عن جندر ثباهم إذن إجابة راح تكون من عند of the organization لعند النقطة السؤال هذا توقع أنه كتبلكي أنا على الورقة الجانبية راح تشوفوه فإذن الإجابة راح تكون the most important objectives لعند جندر اللي باللون الأزرق السؤال الثاني اللي هو يقولك name other organization that you know of in Jordan which help people in need what do they do يقولك اذكر أسماء منظمات أخرى تعمل في الأردن وتقدم مساعدة للناس هذا السؤال لازم أنت تجاوه ممكن تكتب عن تكيت تقوم علي عن أي أنت منظمة تعبوه صراحة أنا ما أعرف منظمات يعني لكن أنت ممكن كانك تبحث عن أي مثال لمنظمة مثلا تكيت تقوم علي هاي مثال وقص على ذلك ممكن تدور هذا الشيء على النت وإنت تكتبه بإجابتك لأنه مطلوب أنه أنت تكتب مكتوب students own answers إجابة خاصة بالطلاب السؤال الثالث what qualities do you think one should have to volunteer with the red crescent ولك ما هي المواصفات أو الشغلة الكويسة لازم تكون تعتقد أنها لازم تكون بالمتطوع بهاي المنظمات اللي هو يقول لك يكون عنده ودود وحب المساعدة وحيادي وكارينغ ويديه صبر يعني إنسان صبور وبريف وشجاع ودايناميك اللي هو أيضا نقول لك ترجمة حرفية أنه يعني مرن أو متحرك ويحب الحركة ويروح ويجي كثير إذن إجابة اللي هي helpful natural اللي هي حيادي وكارينغ patient ودايناميك واتسترا هاي لا تكتبوها هاي معناها إلى آخره أي شيء كتبته راح تحطه صح أي شيء إجابتك له صح السؤال السادس السابعة ذول speaking و writing و listening يعني إحنا قلنا ذول في حال السادس أطافية أنت حر أما السؤال السادس إذا أخذته أنت حاول تحضره أنت شخصيا لأنه ما في وقت أني أسمعك الراديو إجابته هاي حصرا لكن هو لازم تسمعه أنت بالصف في حال سمعته فهو يطلب منك المشاكل والكوزة والأسباب والتأثيرات والحلول للحوار اللي أحكي لك يا الدكتور في حال أخذته بالمدرسة أجابه وما أخذته حسب أنت المعلم ومعلمة بالصف هاستني يجي على أسئلة الأسئلة الجانبية على الفقرة يقول لك افتحنا كما هو النظام من المعلمة بالإجابة تخلق ما هو العلمة بالغliter تعرفها ما هو العلمة بال מה الريقين قلق الناس الاجابة لالعلمة والعلمة بالغاية هي الجزء من المنظمة العالمية من التهداء الأهمية للصليب الأحمر والهلال الأحمر طبعا نتحق اليوم استجيع قاعد احليكو على على منف الورد نفسه يعني ما حولت الى pdf ولا زي انت ولا اشي فاذا اذا جيك سؤال عن What is the Red Crescent Society ما هي جمعية هلال احمر شو هي تعريفة شو هي هي منظمة جزء من منظمة اتحاد العالمية Federation of Red Cross وهي صليب احمر وهلال احمر What the Red Crescent is important Oh why the Red Crescent is important لماذا منظمة الهلال الاحمر منظمة مهمه As they have developed guidelines that include non western traditions لانها هي منظمة طورت من المبادئ التوجيهية فيها التي لا تتتضمن اي تقاليد غربية traditions تقاليد وهو western غربية فلا تتضمن اي تقاليد غربية يعني ميه تابع لأي سياسة دولة هاي يعني زي ما تقول لك منظمة خيرية عالمية إذن الإشي المهم بيها أهم شغلة أو أهم نقطة أو أهم خصلة في هاي المنظمة إنها ميه تابع لأي دولة هي زي ما تقول فزعة طلعت بحرب الناس شفوها شغلة فشفوها شغلة كويسة فالكل اتفق عليها إذن هاي متفقة من الجميع إذن الهلال الأحمر ممنوع أصلا ينطلق عليه الرصاص يعني لكن في بعض الاختراقات مثل دولة الصهاينة أو كذا أو عصابة الصهاينة هم من دولة فأقول لك ما يمكن تفعل الريد كريسان في حالة لإستطيع الحيادية ما هي ما يمكن تفعل الريد كريسان ما هو الاشي اللي يقدروا يسوو المنظمة الهلال أحمر عشان يحافظوا على الريد الحيادية شو الشغلات يتخليهم يحافظوا على الحيادية يحافظوا على الحيادية إذن هي مسؤولة عن الكوارث مثل الزلازل والحرائق والدول النامية وأيضا عن الدول النامية إذن الإشي اللي خليها تكون حيادية إذن هي مسؤولة عن جميع الكوارث ويضع لك مثلين هي مثل الزلازل والحراق وحتى عن الدول النامية مثلا زي المخيمات او زي الصومال والأفارقة فهي ايضا مسؤولة عنه يقول لك find the word in the text الو سؤال الرابع Find the word in the text that has the same meaning of sudden even that kills people or causes a lot of damage يقول لك جد من النص عبارة تدل او كلمة تدل على ما يلي انو شغلة that kills يقول لك اشي يصير فجأة يقتل الناس ويسبب لهم الاشي الدماج اللي هو الاذا او الدمار العديد من الدمار او الاذا اللي هي suffering المعاناة شو معنى معاناة انو اشي يصير لبني ادم يذبحو او يسبب له ضرر كبير شو يعني معاناة اذا انت متفهم السؤال في عندك quotation اللي هو اختباس اللي هي بالتفليل هذا يقول لك sudden even that kills people or causes a lot of damage يقول لك جد من النص كلمة تدل على الاشي اللي يعني اختصر الكلمة الطويلة هاي بكلمة واحدة الجملة الطويلة هاي اختصر ليها بكلمة واحدة من النص اذا احنا اخذنا suffering معناها معاناة شو يعني معاناة اللي هي اشي فجأة يجيك يقتل الناس يدمر شعوب او اذا ما قتلهم سببهم بالاضرر زي الزلازل مثلا اللي ما مات من الزلزال تدمر داره تدمر بيوته تدمر شغل وتدمر سيارته فاذا نسورهم a lot of damage يقول لك ضرر كبير اذا ما معنى الكلام هذا اللي هي suffering اللي هي المعاناة الله اللي يجيبها لحده question number 5 يقول لك write down a suitable title for the text يقول لك اكتب عنوان اخر للنص اللي هي what can do the red crescents ما علامة سؤال يقول لك شو تقدر تسوي منظمة الهلال الاحمر طبعا هذا اقتراح من عندي يعني ممكن انت تكتب اي عنوان اخر لو كتبت مثلا the cross and the red crescents عادي الصليب الهلال الاحمر انه عنوان كان the red crescents لحاله crescents سؤال استاذ true or false يعني صح او خطأ يقول لك the red crescents society works only for the arab countries يقول لك الهلال الاحمر يعمل فقط في الدول العربية arab countries لا غلط اذا الاجابة راح تكون fourth الاجابة تحتها خط تمام او خلينا نغيرها بلون ثاني مثلا هل نحط الاجابة باللون الاخضر اذا هي غلط هي لكل الناس هم حطين فقط للدول العربية لا only معناها فقط بي يقول لك volunteer اللي هم المتطوعين in the red crescents في الهلال الاحمر are working to prevent suffering for everyone يقول لك المتطوعين في الهلال الاحمر يعملوا ويقدموا المساعدة لللي عانوا من جميع الناس اي واحد يعاني صحيح true ايجابة صحيحة هي تساعد جميع الناس بيغلل نظر عن شكلهم او عرقهم او دينهم او بشرتهم number seven يقول لك when did the ottoman empire go to war with russia يقول لك اي متى الامبراطورية العثماني empire معناها امبراطورية ottoman عثمان خاضت حرب مع مين مع راشا اللي هي روسيا في عام 1877 في عام 1000 يعني باختصار اذا شفت كلمة ottoman empire war وراشا اكتب بس الرقمها باختصاري السؤال الثامن هذا العنوان نفسه نازل مرة ثانية السؤال الثامن how did the red crescents get its name ولك من اين او كيف منظمة هلال احمر اخذت او حصلت على هذا الاسم ولك the cross reminded the ottoman empire of previous wars agnes soldiers carrying a similar flag ولك اه الهلال احمر بعد ما شافوا بعد ما شافوا بالحرب صار الهلال اقروها اقروا اقرت هذا اله لما شافوها مع الاغنس طولدر لما شافوا الاعداء الروسيين شافوهم بسوين هذا الهلال على عشان ما حد يهيوم زي عراية السلام من كل تجوين حقا قاعدين نسعف فلما شافوها اه اقروها الضباط العثمانيين وخلوها علامة مؤكدة على الامبالنس طبعا هذا ايش حكي لي شرحتو انا اختصار للكلام هذا اللي هي the cross reminded the ottoman empire of previous wars agnes soldiers carrying a similar flag لما شافوا المرطول العثمانية شافوا الاعداء اه الجنود الاعداء زمين هذا العلم اقروا so the ottoman officials use اقروا استخدام هذا الشعار في الامبالنس تبعه تمام؟ هذا من من اجهض الاسم وليش سموها what does red crescents do to help people كيف المنظمة الهلال الاحمر تساعد الناس يقولك تدية the red crescents is very important هذا حكي كله الاول عادي لو مكتبته تكتب responding مسؤولة to disaster such as earthquake or fires as well as providing aid developing countries اذا انها هي مسؤولة عن الكوار disasters مثل الزلازل والحرائق وعن الدول النامية ايضا اللي هي developing countries هذا السؤال اخذناك قبل شوية السؤال العاشر هو اخر سؤال what is the most important objective that the red crescents ايضا اخذناه هذا has which distinguishes it from other organizations اخذناها بشوية يقولك شو هدف الله صلى الله عليه وسلم المنظمة وشو ميزها عن المنظمات الثانية فيه منظمات مثلا خيرية بالأردو مثلا لطلاب الجامعة ما تساعد كل طلاب الجامعة ساعد فقط مثلا الايتام ممكن واحد ثاني يكون مو يتين بس محتاج مساعدة لكن مسحت خلاص هي هيك مبدأها تساعد جميع الاطياف تساعد جميع الاطياف لكن انا عندي مشوار فعشان فيه تعليق زي ما حكتلك حبت انها تاخذها اليوم انه ضروري فيه ناس يحضر وانا تأخرت صراحة ظروف شخصية فانا اسف اذا كنت مستعجل او اذا زليت او اخطأت باي اشي انا اسف جدا واي سؤال يسألني عنه بالتعليقات ان شاء الله راح جاوبك عليه خلال وقت قصير يعني ومرة ثانية يقولكوا بالتوفيق جميعا واي سؤال انا جاهز لو اقاسف على الاستجاب ويعطيكوا الف الف عافية اشتركوا في جانب وانا اشتركوا في الافت worries اشتركوا في القناة واي بحاول هشتركوا في القناة